مدرب الأجنبي بيبقى عنده قناع يعني بيقولك لما كنت مع خفير أجير اشتغلت معاه مباراة واحدة مع كابتن هني رمزي احنا كنا حطين قايمة جي خفير أجير عمل نفس كده هو القناعات الأجنبية عند الراجل مدرب أجنبي بيبقى مقتنع بلعب معين شايف في ميزة معينة عايز يطلعها يعني زي مهند لاشين اعتقد انه قد يكون شايف انه كورته حلوة من تحت يعني هو برضو حتى مختار حمدي فاتحي حمدي فاتح بيعملوا الدور ده كويس او مع النادي الاهلي دور الليبرو المتقدم اللي هو كورته حلوة من تحت فهو عايز واحد مقارب ليه مهند لاشين ده الفكرة برضو اعتقد ان ده يعني ده ده اللي بيدور في عقله برضو الناحية التانية هو ممكن يكون شايف مثلا افشة بدنيا معرفش يعني عبدالله السعيد برضو بيلعب ستين ديئة بس لو قلنا مثلا افشة بدني مش مش عالي قوي في البدني او في الكوة البدنية عبدالله السعيد بيلعب ستين ديئة هتاخده اخره هيلعب خمسين ديئة في الماتش وبعدين هتضطر يتغيره ده ده اللي هيحصل يعني مباراة نيجيريا لو بدأت عبدالله السعيد لان عمر السلية مصاب في اول ماتش هيبقى غالبا التشكيل زي ما قلناه كده هيبقى مسلا عبدالله السعيد وحمدي فاتحي ومحمد النيني التلاتة لفوسط الملعب غالبا هيحصل ان او بعد اول ستين ديئة هيتغير ومسلا هيضطر ينزل زيزو هيستخدم بها زيزو لي بالاك الكلمة اللي الت بتقولها ده او تشكيل اللي الت بتقولها ده بيهد بالفكرة اللية انت كنت بتقولها من شوية ان هو مش واحد محمد مجد يا ابشان ايوا ايوا بordum لا وهو عبدالله سعيد مش لاعب ثمانية لا 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 في الحال طر приложrdban ثلاثة محمد صلاح هو اللي بيبقى صانع الألعاب بتاع المنتخب والوينج بيتحول كمهاجم تاني يعني هو عمر مرموش هيبقى مهاجم تاني جنب مصطفى محمد صلاح بيخش للعمق كصانع العالم عبدالله السعيد هتلاقيه وارا المهاجب اه طبعا عبدالله بيخش ايو طبعا عبدالله مع عمر مرموش بس هو احنا لو تفتكر ماتش ليبيا كنا حللناه اربعة ثلاثة ثلاثة كان بيلعب بمين السولية والنيني وعبدالله السعيد ده في الحالة الدفاعية بعدين هو في الاول ما كانش مقتنع بنسبة 100% بحمد فتح قوي فاول ما جيه خالص بعدين لما شاف الاداء وشاف اللاعب على طبيعة الملعب بقى بالنسبة له رقم واحد حمد فتحي من ساعة لما نزل في المباراة اللي هي تقريبا بتاعة أنجولا واللي قبلها اقتنع بي بقى عنده حمد فتحي رقم واحد جنبه السولية جنبه النيني بعدين بدأ يدخل يرجع تاني عبدالله السعيد فهي كانت المقارنة ما بين عبدالله وقفشة واحد من عبدالله بالنسبة لهم كده ده تفكيرهم يعني أنا أعتقد أن ده اللي كان بيدور في عقل كارلوس كيرو بس الأكيد كابت الإسلام